سنعرض لكم مجموعة من أغرب المحلات التي يتسوق منها الناس منها لبيع النساء ولبيع القمل ولغيرها مشاهدة ممتعة محل لبيع القمل في الكويت ظاهرة غريبة ومريبة في الكويت وهي قيام بعض محلات العطارة ببيع قمل على شكل طلبات خاصة لمن يرغب به والثمن كل ست قملات بخمس دنانير فكما ذكرت جريدة الرأي الكويتية على موقعها على الانترنت فإن بعض النساء يقبلن على شراء القمل لأهداف ومعتقدات خاصة وغريبة فهنا يعتقدن أن القمل يقي من الجلطات الدماغية ويساهم وبقوة بتقوية الشعر وزيادة طوله لكن ومع تشديد الشروط الصحية من قبل الجهات المسؤولة فقد أصبح بيعه علنا يتطلب استخراج شهادة صحية من وزارة الصحة وإلا أصبح مخالفة يعاقب عليها القانون كما أن هذه العملية التجارية الغريبة لا تتم فقط في أسواق الكويت بل أيضا في بعض الدول المتقدمة محل لبيع لحوم البشر بطريقة فريدة من نوعها لا تخلو من الرعب متجر لبيع اللحوم في سوق سميثفيلد الشهير في لندن حيث عرض على رفوفه أجزاء من الجسم البشري للبيع وقد تبدو وكأنها مشهدا من فيلم رعب وعلى الرغم من أنها قد تبدو واقعية بشكل مخيف إلا أنها مصنوعة من اللحوم الحيوانية ولكن بطريقة فنية وقد تم أخذ هذه الفكرة استنادا على لعبة ريزيدينت إيفل وبالفعل حققت نجاحا وقد تم بيع عدد كبير من اللحوم محل لبيع العصير افتتح هذا المحل لبيع العصير ولكن بنكهة غريبة جدا وهي نكهة الضفضع قد يبدو هذا العصير غريبا عليك لكنه مشروب شعبي ومنتشر جدا في البيرو تجد المحلات هناك في الشوارع العادية تبيعه وتقوم بإعداده أمامك حيث تجد الضفاضع حية وتقفز من الصندوق وما أن تطلب عصيرا ستجد البائع يمسك الضفضعة من أرجلها ويطرق رأسها في المنضدة التي أمامه حتى تموت ومن رقبتها يسلخ جلدها في ثوان ثم يضعها في خلاط ثم يضع فوقها عسل وماء مغلي ويترك الخلاط لدقيقة واحدة ويأتيك العصير في كوب زجاجي هذا العصير على حد قولهم مفيد للربو والالتهاب الرئوي والخمول ويعتبر من المقويات الغنية بالفيتامينات محل لبيع النساء امرأة للبيع هو عنوان جديد في تل أبيب عرض أحد المتاجر مجموعة من النساء الحقيقيات من لحم ودم وعليهن بطاقات بأسعار تتراوح بين عشرة ألاف دولار وعشرين ألف دولار ليس غريبا على إسرائيل فهم يبيعون النساء مثل قطع الأثاث أو العبيد والجاريات من جنسيات مختلفة في العالم حيث تستورد كل سنة ألاف النساء ويقومون ببيعها ويتم شراؤها من قبل أصحاب نوادي وملاهي ليلية تجد النساء محتجزات بمراكز التدليك والنوادي الليلية بدون وثائق أو نقود أو حقوق محل لبيع المثلجات المثلجات هي عبارة عن حلوة مجمدة معدة من الحليب أو من الماء والسكر وقد يضاف إليه الفاكهة ولكن هذا المحل الغريب في اليابان يبيع المثلجات بنكهات غريبة جدا منها نكهة بيض التمساح ويعتبر هذا النوع من المثلجات مشهورا في هذا المحل وغيرها من النكهات الأخرى الغريبة مثل مثل مثلجات بنكهة لحم الحصان ومثلجات بنكهة طير الببغاء وغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر